اهلا بكم بين بغداد واربيل جملة من الخلافات السياسية والاقتصادية تخبو تارة وتظهر الى السطح في احيان كثيرة ولعل ابرز ما يثير الجدل ويفاقم الازمة يكمن في ملف النفط فما الجديد اليوم اكد وزير النفط العراقي تمسك بلاده بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط اقليم كردستان العراق وقال ان بغداد ستستخدم كل الادوات القانونية والشرعية لتنفيذ قرار المحكمة القاضي بمنع الشركات الخاصة والعامة الدولية والمحلية من الاستثمار في قطاع الطاقة داخل الاقليم من دون موافقة الحكومة العراقية المركزية لكن وبالرغم من هذا القرار اعلن اقليم كردستان مؤخرا عزمه انشاء شركتين نفطيتين وردا على ذلك قال وزير النفط العراقي ان بغداد في حال تلقيها اشعارا رسميا من اربيل بهذا الشأن فانها ستدرز تطابقه مع دستور والقانون وقرار المحكمة الاتحادية هذه الازمة تتزامن مع ازمة سياسية مستمرة كما نعلم بشأن منصب رئيس الجمهورية وملف تشكيل الحكومة برئيسها ووزرائها ومؤخرا دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرازاني جميع الاطراف العراقية الى الحوار والتفاهم للخروج من الازمة السياسية الحالية التي يمر بها العراق وفي الوقت الذي دعا برازاني الى الحوار رفض ما وصفه ايضا باقدام بغداد على الاستيلاء على صلاحيات الاقليم وقال انه اذا كانت بغداد جادة ولديها ارادة لحل الازمات فالدستور هو الحكم لحل المشاكل لكن لا يمكن القبول بالتفسير الانتقائي لدستور على حد وصفه هذه الازمة تستمر بينما قرر الصدر الانسحاب من العملية السياسية تاركا حلفاء اهل اختياراتهم كما قال لتبدأ في اربيل سلسلة مشاورات هدفها توحيد الموقف في البيت الكردي ازاء المرحلة المقبلة سياسيا واقتصاديا وقانونيا لنفتح اذا مشاهدين هذا الملف نتعرف في البداية على ملامح الخلاف بين اربيل وبغداد حول ملف النفط والغاز اقليم كردستان ممنوع من تلقي حصصه التي تقرها الموازنة العراقية قرار فرضته المحكمة الاتحادية العليا على وزارة المالية بعد الغاء قانون النفط والغاز لعام 2007 الذي سمح للاقليم بالاستثمار في موارد الطاقة من مناطقه قرار المحكمة يمنع الشركات الخاصة والعامة الدولية والمحلية من الاستثمار في قطاع الطاقة داخل الاقليم دون موافقة الحكومة العراقية القرار شمل الزام حكومة الاقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في كردستان تستخرج النفط منها وتسليمها الى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط وتمكين الاخيرة من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره في الاقليم بموجب احدث اتفاق كانت حكومة اقليم كردستان تتلقى تحويلات شهرية شبه منتظمة بقيمة 138 مليون دولار كان اخرها في مايو لكن وزارة المالية العراقية تؤكد ان هذه التحويلات لن تستمر السلطات الكردية رفضت الامتثال لحكم المحكمة وعدته غير دستوري ومجلس القضاء في اقليم كردستان اعتبر ان قانون النفط في الاقليم ما زال ساريا كل تلك الامور تضيف خلافا جديدا بين بغداد واربيل وسط اجواء سياسية عامة في البلاد مشحونة بالتوتر اذا يدور الجدل بين بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز الخاص باقليم كردستان والذي اقر عام 2007 فما هي تفاصيل هذا القانون؟ قانون النفط والغاز لاقليم كردستان العراق رقم 22 لسنة 2007 احكام هذا القانون تسري على العمليات النفطية التي تنجز من قبل الشركات العامة والخاصة عراقية كانت او اجنبية وكافة الانشطة المتعلقة بالعمليات النفطية وبمجب القانون لا يجري نفاذ اي تشريع اتحادي او اتفاق او عقد او مذكرة تفاهم خاصة بالعمليات النفطية ما لم توافق السلطة المختصة في الاقليم على نفاذه وفيما يخص ملكية النفط فينص القانون ان الحكومة الاقليم كردستان حصة من عائدة النفط للحقول المنتجة كما تشترك حكومة الاقليم مع الحكومة الاتحادية في ادارة العمليات النفطية الخاصة بالحقول المنتجة في الاقليم ووفقا للقانون يشكل مجلس إقليمي يتكون من رئيس مجلس الوزراء ونائبه ووزير الثروات الطبيعية ووزير المالية ووزير التخطيط ويخولون المجلس الإقليمي الموافقة على العقود الخاصة بالعمليات النفطية وتحديد مستوى الانتاج حول هذا الموضوع رصدنا لكم أراء بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نراها سويا هذا حيدر يقول البرزاني يبيع نفط الشمال ولا يسلم قرشا واحدا للحكومة بل يودعه في بنوك تركيا ويطالب البنك المركزي برواتب موظفيه من نفط الجنوب أما هذا الحساب فيقول قرار بطلان مشروعية قانون النفط وعدم تخصيص حصة لكوردستان في الميزانية جاء بعد طرد أربيل لوفد الإطار لم يعود هناك شك بأن المحكمة ألعوبة بيد إيران ونختم بهذه التغريدة لزين العابدين الذي يقول فيها ما يحدث حاليا هو ضغط سياسي على أربيل من أجل تشكيل الحكومة وبعد تشكيلها سيتم إعطاؤهم الموازنة بدون عائدات نفط أربيل كما في السابق أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من أربيل السيد محمد زنكنا عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومن بغداد دكتور عبد الرحمن الجبوري رئيس أكاديمية التطوير السياسي والحكم الرشيد لنناقش هذه التطورات أبدأ مع ضيفي من بغداد دكتور عبد الرحمن دكتور يعني النقاش أو استجال القانوني أصبح واضحا لكن ما الذي يحرك فعليا الحكومة العراقية في خطوات حاسمة تجاه ملف النفط في إقليم كوردستان الآن في هذا التوقيت يعني كيف نفهم هذا التصعيد في ظل بداية الانسداد السياسي الداخلي التطورات الأمنية في الإقليم وأيضا التطورات الاقتصادية العالمية التي ترتبط بها أيضا التزامات بغداد النفطية الدولية مساء الخير بالنسبة لما تكلمت به القرار المحكمة الاتحادية قرار بات وقطعي وملزم للجميع هذا من جانب القضاء أما من الجانب السياسي والجانب الإداري نحن الآن في مرحلة تشكيل حكومة وأعتقد جزء من المفاوضات التي تجري الآن بين الأقليم والآطار التنسيقي هناك برنامج قانون النفط والغاز عملية تسليم النفط إلى بغداد ستكون هناك أكو حل سياسي وأكو حل إداري لها لكن علينا أن لا نسقط المحكمة الاتحادية والقضاء العراقي لأن القضاء قال كلمته حسب الدستور العراقي وهو دستور اتحادي وفق عليه الكرد أما بالنسبة لما يأتي ما بعد ذلك كل الحلول مطروحة قانون نفط وغاز جديد محل سياسي من خلال عملية التفاوض وكذلك حل إداري بيد الحكومة القادمة علينا أن لا نضع عراقي الكثيرة لأشياء ممكن حلها إذا كانت النيات موجودة والثقة موجودة بين الطرفين علينا أن نفهم أنه كذلك المواطن العراقي متأثر سواء كان كرديا أو عربيا بهذا الشجار أو هذا الشجار الدائر بين الطرفين سيد محمد مرحبا بك من جديد كيف نفهم الموقف الكردستاني الذي يبدو أكثر حدة من خلال تصريحات البرزاني بشكل أساسي هل يوم تفتح أربيل من خلال ملف النفط بابا أو نافذة على ملفات أخرى ملفات سيادية ملفات أمنية وسياسية نعم مساء الخير تحية لكم والزملاء والمشاهدين والدكتور الجبوري طبعا للتنويه فقط الصوت سيء جدا السؤال لم أسمعه بشكل واضح لكني فهمت فحوة هذا السؤال هل تسمعوني الآن سيد محمد بشأن هذا الموضوع نعم أنا أسمعك الآن سيدتي يعني السؤال فهمت فحوة السؤال فهمت فحوة السؤال لمسألة الحسم وخصوصا فيما يتعلق بالموقف الكردستاني يعني من هذا الموضوع طبعا أولا فيما يخص مسألة النفط والغاز وقانون النفط والغاز في أقليم كردستان هذا القانون عبارة عن 17.61 مادة كل المواد تؤكد على الدستور وخصوصا مادة 110-111-112 وتؤكد على مسائل تتعلق بصلاحيات الأقليم والصلاحيات المشتركة بين الأقليم والحكومة الاتحادية وتؤكد أيضا على مسائل تتعلق بالدستور وما يحق للأقليم فعله في هذا الملف وخصوصا أن الدستور العراقي يقول ويؤكد بأن النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي وأن هذا الملف ملف مشترك أي ليس ملفا من السلطات الحصرية كمسألة رسم السياسة الدبلوماسية والأمن القومي والوطني وما يشابه هذا من جهة من جهة أخرى نعم هذه القرارات المسيسة التي تصدر بين الفينة والأخرى ضد أقليم كردستان هي نتاج لخلاف سياسي وتراكمات يتراوح عمرها لأكثر من أربعة أو خمسة عقود أو يمكن أكثر يعني ممكن أن نوصلها لفترة تأسيس الدولة العراقية وحتى هذه اللحظة ولكن جميع الأطراف تؤكد على الدستور ولكن انتقائية الدستور وانتقائية اختيار الدستور ووصف الدستور بأنه يحتوي على قنابل موقوتة هو الذي بكل صراحة يعيد دائما المسائل إلى نقطة الصفر البارحة كلمة الرئيس مسعود بارزاني كانت واضحة جدا واليوم أيضا الرئيس نيتشيرفان بارزاني من خلال استقباله لوفد عسكري واستقبال وفود أخرى من خلال رئاسة إقليم كردستان ورئاسة حكومة إقليم كردستان يؤكدون جميعا على ضرورة وجود حل هذه المشاكل ولكن فيما يخص تصريحات وزير النفط ووزير المالية هذه لاستمرار الضغط على أقليم كردستان كما نعلم بأن هناك خلافات عميقة بين الإطار التنسيقي وعلى أقليم كردستان وخصوصا الحزب الديمقراطي الكردستاني والإطار التنسيقي يستغل وجود اختلافات في وجهات النظر بين البارتي والاتحاد الوطني الكردستاني ويريد أن يلعب هذه اللعبة ليضغط مزيد من الضغط دكتور عبد الرحمن دكتور ما رأيك بما يقوله سيد محمد هل هناك أطراف اليوم في العراق تلعب هذه اللعبة كما يقول سيد محمد وتؤجج هذا الصراع لتستفيد أو لتحقيق مكاسب بعيدة قليلا عن ملف النفط بحد ذاته بالنسبة لزميل محمد الوزيرين الموجودين الحاليا سواء وزير المالية أو وزير النفط هم مزراء مستقلين بالحكومة العراقية الحالية إذا تكلمنا عن الحكومة القادمة أعتقد كل الأشياء ستختلف بشكل تام لأن الحكومة القادمة ستكون قوية بكل الأحوال لأنها تمثل طرف قوي التفاوض ضروري جدا هل هناك أطلاق عمليات مسيسة الآن أو عمليات لتقوي الطرف على الآخر في التفاوض أكيد كل طرف لديه أوراق لضغط على الطرف الثاني ليتوصل إلى حصول أو خاصة الحزب الديمقراطي لتوصل إلى حصول على مكاسب من حكومة قادمة يعتقد أنه هي بحاجة إلى أكثر من بعد استقالة الصدريين وهذا العدد المقاعد الموجودة يجب أن يكون عند قوة للتفاوض لكن معلسف هذه القوة أعتقد هي بالوقت الحاضر مضللة للحزب الديمقراطي طبعا أنا أقول الحزب الديمقراطي له الحق أن يجلس ويتفاوض طبقا للدستور وطبقا لمصالحها ومصالح حزبة لكن بالنهاية التعنت من الطرفين غير مجدي لا هو مجدي للأقليم ولا هو مجدي للحكومة الاتحادية هناك حقوق وطنية للجميع عليهم سواء كانت هذه الحقوق في كردستان أو في البصرة لكن في النهاية العملية السياسية أو ما يهم المواطن العراقي يجب أن لا تأخذ التجاذبات السياسية إذا كان هناك حق للجميع علينا أن نرجع للدستور مثل ما قال الزمين محمد علينا أن نفسر الدستور والمحكمة الاتحادية هي ممثلة لكل العراقيين فيها من القضاة الكرد وفيها من القضاة البقية هل تقول لي أن الأزمة اليوم هي أزمة دستور وأزمة قانون فقط؟ أعتقد ليست مسألة دستور وقانون المسألة عدم التفاهم السياسي عدم الرؤية المشتركة لمستقبل الدولة يقود دائما إلى أن نضع الأسباب على الدستور بشكل أو بآخر المشكلة أنه هو تفاهم على عملية إدارة الدولة وموارد الدولة عملية عدم العدالة بين الطرفين يؤدي بنا دائما إلى الذهاب إلى الدستور وشماعة الدستور الدستور ممكن هذا الآطار العام للحكم في البلد فعلينا أن نحترمه إلا وإذا كان لدينا مشكلة مع الدستور فعلينا أن نذهب إلى البرلمان مرة ثانية وتغيير الفقرات الموجودة بالدستور التي تثير الخلاف هذه الطرق الدستورية هذه الطرق العقلانية هذه طرق الإدارة أدعوكم ضيفي الكريمين دكتور عبد الرحمن وسيد محمد لي البقاء معنا أنتم أيضا مشاهدين ابقوا معنا سأذهب إلى فاصل قصير قبل أن نتابع الحديث إذن بشأن الخلاف بين أربيل وضغداد ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مع تكرار الحديث عنه في الفترة الأخيرة واتساع دائرة الخلاف بين بغداد و أربيل في المادة التالية نتعرف أكثر إلى إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم فدرالي إقليم كردستان هو إقليم كردي يقع شمال العراق ويتمتع بحكم فدرالي ورغم ما يسوده من توترات وتجاذبات سياسية يعده البعض المنطقة الأكثر أمنا في العراق ينقسم إقليم كردستان العراق إلى ثلاث محافظات رئيسية أدهوك و أربيل والسليمانية أما عن ساكنيه فيقتنه بالإضافة للأكراد العرب والتركمان والسيريان والكلدان و الأشوريين أقر دستور العراق الصادر في عام 2005 الحكم الذاتية لإقليم كردستان في شمال البلاد على أن تديره حكومة الإقليم تجاور الإقليم ثلاث دول هي سوريا في الغرب وتركيا في الشمال وإيران في الشرق الخلاف حول إدارة القطاع النفطي في هذا الإقليم يعد واحدا من بين القضايا المعقدة بين حكومتي بغداد وكردستان ووصلت ذروتها في الخامس عشر من فبراير العام الجارية حينما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد قرارا يلزم حكومة كردستان بتسليم كامل إنتاج النفط من حقول الإقليم إلى الحكومة الاتحادية كما أن هناك مناطق متنازعا عليها بين حكومة الإقليم وحكومة العراق المركزية من بينها كاركوك المنطقة الغنية بالنفط إذن نستعنف النقاش حول هذا الملف التصعيد اليوم بين كل من أربيل وبغداد في الملف النفطي وأيضا الخلفية لهذا التصعيد أعود وأرحب بضيفي من أربيل السيد محمد زنكنا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ومن بغداد الدكتور عبد الرحمن الجبوري رئيس أكاديمية التطور السياسي والحكم الرشيد مرحبا بكما من جديد أذهب بسؤال لسيد محمد سيد محمد قبل قليل الدكتور عبد الرحمن قال إن الحكومة الاتحادية منفتحة على الحوار هل تريد أربيل هذا الحوار وهل يمكن أن تذهب إليه وتضع على طاولة هذا الحوار أو هذه المفاوضات مطالب معينة تحقق من خلالها مكاسب سيادية وسياسية طبعا أربيل هي التي تدعو إلى الحوار وهي التي تبادر للحوار وحتى هناك أقاويل أو مصادر بيّنت بأن الرئيس مسعود بارزاني من الممكن أن يقدم بين أي لحظة وأخرى مبادرة للم الشمل السياسي العراقي على غرار المبادرة التي قدمها في عام 2010 والتي تشكلت من خلالها حكومة المالك الثانية هذه الحكومة طبعا فيها أقل من أقل مشاكل بينها وبين حكومة أقليم كردستان ولكن المشكلة لا تكمن بأن يكون الوزير مستقلا أو غير مستقل العقلية هي التي تتحكم نحن لدينا دستور هذا الدستور بيّن حقوق وواجبات الجميع إذن أربيل كانت دوما تدعو إلى الحوار ودوما تؤكد عليه ودوما تقبل هذا الحوار ولكن أي حوار على سبيل المثال قبل أيام كان هناك اجتماع لأطراف الإطار التنسيقي مشادة كلامية بين الخزعلي والكاظمي هدد من خلالها الخزعلي الكاظمي بأن لا يشارك في مؤتمر الطاقة في الرياض وإلا فإن سحبت الثقة من هذه الحكومة وتشكلت حكومة أخرى سوف تلغى كل الاتفاقيات بين حكومة الكاظمي وبين المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى بسبب المشاركة في هذا المؤتمر طيب ميليشيا تهدد رئيس الوزراء بهذه الطريقة كيف ستهدد أقليم كردستان إذن هذه هي العقلية التي تتحكم بالحكومة المشكلة لا تكمن في قانون ولا في دستور ولا في سوء فهم ولا في تفاهم لو كان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد صف إلى جانب الإطار التنسيقي ضد التيار الصدري هل أفهم منك أن أي حوار اليوم لن يجدي؟ طبعا لا يوجد حوار لن يجدي بكل صراحة في العمل السياسي كل شيء وارد وكل شيء واضح ولا يوجد مستحيل في العمل السياسي يعني نحن نقدر بأن هناك أطرافا في داخل الإطار التنسيقي جمعنا وإياهم خندق واحد خندق نضال واحد ضد الدكتاتورية وبنينا العراق سوية وصغنا هذا الدستور سوية المشكلة تكمن هنا بأننا صغنا هذا الدستور سوية ولكن هل سوف يعتذر الإطار التنسيقي مثلا عن تخوين الحزب الديمقراطي وأقليم كردستان من مسألة وجود الإسرائيليين هل سيعتذرون عن مسألة القصف الصاروخي المستمر هل سيعتذرون عن التهديدات بإزالة الأقليم تماما من الخارطة السياسية العراقية وإتمام ما بدأه العبادي في عام 2017 لذلك أن هذه المسألة متشابكة ومعقدة ولكن الحوار غير مستحيل ومن الممكن أن تجمع طاولة واحدة كل الفرقاء السياسيين ولكن على أساس هذا الدستور وعلى أساس صفحة جديدة تفتح لحكومة عراقية قوية والمشكلة أيضا لا تكمن هنا المعارضة الصدرية هل ستصمد الحكومة أمامها لأن الصدر بات اليوم أقوى وهو في الشارع دكتور عبد الرحمن ماذا يمكن أن تقدم بغداد اليوم لأربيل ربما من تنازلات بين قوسين وربما من محاولة لطمأنة أربيل وفقا لكل الهواجس التي ذكرها سيد محمد بغداد عليها أن لا تقدم تنازلات بغداد عليها أن تضع قواعد للإدارة وعليها أن تضع قواعد عادلة لإدارة الثورة الثروة العفو في كل البلد التشنج لن يقودنا إلى شيء سواء كان من الحزب الديمقراطي أو من بقية الفصائل الموجودة أو الأحزاب السياسية الموجودة بالساحة الحاكمية للدستور وهذا ما يقول الأخ محمد والحاكمية للتفسير الدستور متخصصة فيها المحكمة الاتحادية لا علوية لأي قانون ولا أي دستور محلي سواء كان لمحافظة أو لأقليم أو أقليم يتشكل العلوية في العراق هي للدستور وتفسير المواد الخلاف من خلال المحكمة الاتحادية إذا كان الأخوة متشنجين لهذه الدرجة صعب أن نتقود إلى عملية عادة صناعة إلى إدارة الدولة عملية صناعة الدولة تحتاج إلى عقلية أفضل تحتاج إلى عقلية قادرة أن تناقش وأن تحلل وأن تضع الحجتها على الطاولة أما أنه فلان عمل هكذا وفلان عمل هكذا اذهب إلى المحكمة الدستورية بهذه القضايا كلها أعتقد الطريق مفتوح أمام استحقاقات جديدة وأمام طبعا استقالة الصدر فتحت لنا طريق جديد آخر للتفاهمات فعلينا أن نستغل هذه الفرصة وألان نضع العراقي بالمقدمة علينا أن نجلس على الطاولة علينا أن نتكلم عن الطاولة وعلينا أن نتذكر ماذا بعد قرار المحكمة الاتحادية اليوم ما هي الأدوات القانونية وشرعية التي تحدث عنها وزير النفط العراقي والتي قال أنه سيذهب بها إلى آخر الطريق من أجل تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية وهل يمكن أن تتخطاها أربيل أن تضطر إلى تخطيها أربيل أو بغداد عفوا إلى خيارات أخرى ربما خيارات عسكرية مثلا يعني الدستور واضح الخيارات العسكرية غير موجودة إذا بعدين الوزير في حكومة منتهية علينا أن ننتظر التفاوض مع الحكومة القادمة علينا أن نرى ما يقول إليه التفاوض بالمناسبة هناك خيارات للدولة الاتحادية خيارات واسعة للدولة الاتحادية قادرة لفرض أشياء كثيرة على حكومة الأقليم بالنتيجة النعائية العلاقات الخارجية دخول البلد وخروج من البلد المنافذ الحدودية كلها أدوات بيد الحكومة الاتحادية هذه السياسية الخارجية هذا هو الدستور فإذا اضطرت الحكومة لديها آليات دبلوماسية وآليات قضائية الحكومة لن تذهب بالسلاح بالسلاح كخيار ضد مواطنيها في كوردستان سيد محمد سؤال أخير لك ربما بقي لدي أقل من دقيقة وباختصار شديد ما هو شكل الاتفاق الجديد الذي يمكن أن يرضي أربيل باختصار لا تشنج في إقليم كوردستان ولم يأتي الإطار التنسيقي بمسائل تبين بأن الكرد ليسوا مواطنين أتنظر إليهم بدونية لا يبدو أنكم غير عادلين في توزيع الأدوار سيدتي لم أأخذ حقي بالكامل أظن لدي وقت محدد يا سيد محمد نعم نعم رجاء رجاء سيدتي خليني أكمل الموضوع شكرا 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 لا يوجد تشنج من الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يظهر أي قياد في الحزب الديمقراطي الكردستاني ويهدد الجانب الشيعي أو الجانب السني ولم يستهدف أي مواطن عراقي عربي كان سنيا أم شيعيا من قبل أقليم كردستان بالدرونات الحل هنا يكمن في الدستور ويكمن فيه أولا عدم وجود نظرة دونية للجانب الكردستاني تنفيذ الدستور بحذافيره وجود مجلس اتحادي تطبيق المواد العالقة من الدستور تنفيذ المادة 140 أن لا تتخذ الحكومة الورقة الاقتصادية كورقة ضغط على حكومة أقليم كردستان لفرض أجنداتها أن يكون هناك عراقا موحدا اتحاديا يرى الجميع نفسه بأنه عراقي وليست لديه انتماءات أخرى هنا هو الحل هذه هي المطالب الكردستانية والتي هي أصلا مطالب كردية أما مسألة ما يتعلق بالمحكمة الاتحادية ومسائل القرارات المسيسة في ظل وجود القرار السياسي المقنن في داخل الحكومة المحكمة الاتحادية فعلينا أن نرجع إلى المادتين 92 و93 من الدستور العراقي ونعيد تشكيل وإنشاء المحكمة الاتحادية من جديد في ذلك الوقت نستطيع أن نقول بأننا بدأنا الخطوة الأولى وأرجع وأقول أن التيار الصدري سيكون موجودا بالمرصات لكل حكومة من الممكن أن لا تصمد لأكثر من شهر شكرا شكرا لك سيد محمد على كل هذه التفاصيل إذن سيد محمد زنكنا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني حدثني من أربيل أشكر ضيفي الدكتور عبد الرحمن الجبوري رئيس أكاديمية التطوير السياسي والحكم الرشيد ضيفي من بغداد شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة